الى غردايا الان وموضوعنا الثاني استنكر سكان المنطقة الذين استيقظوا على واقع نشر صور العديد من الفتيات من بينهم قصر ينحدرنا من مختلف احياء المنطقة على صفحات مواقع تواصل الاجتماعي من طرف مجهولين ما اثر ضجة كبيرة في المدينة التغطية لمرسلنا من هناك عاصم بخاري مدى بينا تدخل مصالحها خاص بسكونا ديار عارض عائلات سعى مجتمع ومدى بينا يلحقوا لهذه الناس ويقفهم عند حدم مدى يعني المنابر عجزت لانها توجه لهذه الناس او هذه الناس ما ولا شنستو مدى بينا استو الوضعات الامنية تحرك اليد انتحال حتى ان يقع يقع تسليب عقوبات على الناس هادون باش يعرفوا بلي الامر هذا رأى مستنكة من طرف العام الخاص يعني سبحان الله دقوا يجبني يحافظ على كما يحافظ على كرامته قاب بنته ولا ولد يجبني يحافظ على كرامته ويحافظ على كرامته ويحافظ على كرامته آخرين وكما تدين وتدين معي بالاستوديو الدكتور عبد الكريم حمزوي المختص في علم الاجتماع بالاضافة الى الاستاذ المحامي يا سيد ندير الاخضاري مرحبا بكم صباحكم يا سعيد اهلا بك اخي مصرد طيب لا ادري من اين سأبدأ من ناحية الاجتماعية وناحية القانونية نتحدث دائما عن نشر صور وفيديوهات للتشهير او الابتزاز او لاغراض اخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي من يمكن هو الحفاظ على هذه الخصوصية سأبدأ اعتقد من الناحية القانونية احسن اخي نصردين اولا البدع لازم نتكلموه على هذه الظاهرات عن انترنت واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي ما تعرفون ان الجزائر فتحت المجال فتحت المجال على مصرعيه لاستعمال هذه الوسائل كانت هي ولتزال ضرورة ملحة ملحة أملتها علينا التقدمات الاقتصادية التقدمات العالمية خطرة ظاهرة العولمة هذه الوسيلة وسائل الانترنت واوسائل التواصل الاجتماعي وضعت في متوناول جميع في متوناول كامل شرائح المجتمع بما فيها المراهقين بما فيها القصر بما فيها البالغيك بما فيها السويين من ناحية الأخلاقية بما فيها الأشخاص الآخرين غير السويين من ناحية الأخلاقية هنا يبدأ المشكل يبدأ تفشي وظهور هذه الجريمة ماذا فعل مشرع الجزائري؟ مشرع الجزائري استحدث مواد بينها قانون 23-06 صادر في 20 ديسمبر 2006 لاحظوا التاريخ أتى بعد الانفتاح بعد وضع المنظومات الإلكترونية والأنترنت وبعد فكح المجال فيما يخص المجال السمعي البصير والأنترنت وضع المشرع قيود بعد تفشي هذه الجريمة وظهورها في المجتمع الجزائري القيود اللي يضحها هي أنه جرم هذا الفعل جرموا ووضعوا في قائمة الجنح فيما يعرف بالجريمة الإلكترونية مثلا؟ ما نقولوش الجريمة هي الجريمة الإلكترونية هي شيء آخر هنا في الحالة هذه في المقطع هذه بالذات هي استعمال الحياة وانتهاك الحياة الخاصة للأفراد لأن الجريمة الإلكترونية استحديها بنفس القانون ولكن في نص المواد 394 مكرر إلى حتى 394 مكرر لا هذا المقطع اللي على اليوم لا نلحظوا فيها وصرات اليوم في الحادثة هذه في غردية يعني جهان وصوص المواد 303 مكرر و303 مكرر واحد وصل المشرع الجزائي أنها وصفها لقائمة الجنح يعني جرائم لا يستهن بها العقوبة تاحها أخر نصر الدين أسمع العقوبة تاحها تنطلق من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات هنا نوضع نقطة ونرجع بالسطر يا هل ترى هل مستعملين الشبكات التواصل الاجتماعي من كل الشرائح مراهقين من الفئات الأخرى ذوي الثقافات العالية ذوي المستوى المحدود هل يعرفون أن هذا ما يقبلون عليه مجرم قانونا أغلب الشرائح أغلب من يقوم باقتراف هذه الجنحة لأنه نسمع الكثير عن هذه الأمور يوميا السياة بالكريم حمزاوي كيف نفسر تفشي هذه الظاهرة في مجتمعنا يعني قبل أسابيع تحدثنا على نشر صور لفيديوهات على الأعراس وربما نقشت معنا الموضوع اليوم يعني صور فتيات تنشرها كذا في الفيسبوك لا ندري الغرض لماذا ولكن هي موجودة هذا الظاهرة في المجتمع نبدأ النقاش نحي سوسيولوجيا من قاعدة قانونية تقول أن القانون ليحمي المغفلين يعني بتعبير آخر أن مربط الفرس يبدأ في التربية في حد ذاتها لأن السؤال المطروح كيف بهذه الفتيات يعني تصورنا أنفسهن بهذا الشكل وفي شتى المحافل سواء في الأعراس أو داخل غرف النوم أو داخل بيوتهن لأنه هنا الإشكال بالدرجة الأولى إذن وبالتالي قلناها مرارا وتكرارا أن بداية الأمر تبدأ على مستوى الأسرة يعني على مستوى التربية تقدر تكون صور شخصية مثلا مرأة تصور روحة في دارها هذه حرية شخصية هذا الشيء ما يمنعوش للقانون ولا شاء ولا غير ذلك لكن لما تخرج هذه الصورة وتنشر على مواقع التواصل الاجتماعي تولي هنا حاجة واحدة أخرى وهذا الشيء اللي يوقع في هذه العائلات المحافظة بالتأكيد بتأكير أخي نصر الدين ولكن الآن الإشكال ما تروح في هذه التكنولوجيا أنه لحد الآن نحن لسنا في مستوى آلي جدا من التحكم في هذه التكنولوجيا مجرد وضع الصور داخل الهاتف يعرض هذه الصور للقرصنة ليس من الجزائر فقط يمكن أن تكون هناك أطراف خارجية يعني لا نتهم شباب جزائرين يقومون بهذا العمل ويمكن عن طريق الخطأ يعني تنشر صورة بلا ما تعرف من الممكن أو إنصحاد التعبير يعني غياب حسن استعمال هذه التكنولوجيا من طرف بعض الفتيات أو في المقابل كما قلت وأكيد هذا الأمر هو ربما حتى هناك أطراف خارجية خاصة منطقة غدايا منطقة غدايا حدثت فيها أحداث وأحداث وحتى أن يمكن ربط بين هذه الصور التي تبث هكذا علنا وبين أهداف معينة ربما يرجى من ورائها أمور أخرى يعني ربما زرع البلبلة على مستوى منطقة غدايا المعروفة بأنها منطقة جد ومحافظة يعني المجتمع الميزابي معروف بقيمه وقد كلفنا يعني طالبة في جنعة الجزائر بالقيام ببحوث والدراسات حول المجتمع الميزابي وقد أفادونا كثيرا يعني خاصة مثلا نظام العزابة والنظام القابلي إلى آخره وبالتالي فهناك أسئلة كثيرة وكثيرة جدا طيب خلينا في ناحية الاجتماعية لأنه هذا الشيء يقدر يحصل في أي منطقة مش فقط منطقة غردية في أي هذه يخذينها كعينة لنسقطها ربما على المجتمع الجزائري ككل لأنه أصبحنا نسمع عن هذا الظواهر كل يوم نعم بالتأكيد أيضا هناك أمر آخر هو الجانب الديني أيضا هو ما يسميه عبد الرحمن بن خلدون هو ضعف الوازع الديني لدى الشباب حيث أن الكثير من الشباب يفتقلون إلى المسئولية غياب المسئولية فيما يخص السلوكات يعني سواء السلوك المتعلق بالذات أو السلوكات توجه الآخرين وبالتالي فإن هذا الشاب لا يقدر ولا يثمن عواقب سلوكاته سواء الإيجابية أو السلبية وبالتالي تجده يعني يقوم بتصرفات كثيرة وكثيرة جدا أيضا التعود على هذه السلوكات خاصة مثلا ظاهرة السيلفي ظاهرة السيلفي التي أصبحت جدا منتشرة فتجد هذا الشاب يعني يقوم بأخذ صور كثيرة وكثيرة جدا سواء للذات أو للغير ويبثها سواء من باب الافتخار أو من باب الإضرار بالآخر وكما قال الأستاذ فإن هذا الشاب لا يدرك حتى العواقب القانونية لهذه التصرفات التي لا تضره في بعض الأحيان إن كان قاصرا وإنما تضر والديه بدرجة أولى المسؤولين عنه بدرجة كبيرة خلينا نتحدث عن الأسباب اللي ممكن تأدي إلى هذا الفعل هل القانون يعني يخذ بعين الاعتبار مثلا عدم معرفة هذا الشخص بتكنولوجيا أو عن طريق الخطأ الهدف يعني ما كانش هدفه التشهير وإنما هدف آخر يعني هذا الأمور اللي ممكن نقول أنها تقديرية هل يخذها القانون بعين الاعتبار فيما يخص القانون لا عذره بجهل القانون قانون يطبق بحذافره وكاملا غير المنطقة في حال حدوث الفعل في حال حدوث الفعل إذا كان الشخص قام هذا الفعل من جهة أنه ما عندوش عنه ما عندوش صورة ضخامة وجسامة الجريمة اللي اقتار فيها يعني حالات وين وقعنا واصطادمنا بها ما بالك عن الضحية وراح حق الضحية إذا كان القانون يمشي بشراعي لحال أن تعلموا التهم لقطار في هذه الجريمة ولكن في نفس الوقت عندنا ضحية وين عندها الحياة الخاصة أخ نصر الدين لها حماية دستورية أولاً مدى 47 قال الدستور الجزائري في التعديل مدى 47 تعطي حماية الدولة والدولة يعني بكل أجهزتها وبكل سلطتها إلى الحياة الخاصة للفضل هنا المنطلق المشرع الجزائري لما تصور هذه الجريمة تصور له حماية أكثر ضحية ونمشي كما قال الأخ الزاميل يعني هذه الجريمة متى يكون عندها صادة كبير متى يكون عندها ضرر كبير في المجتمعات المحافظة مثل المجتمعات الجزائري في المجتمع الجزائري عنده صادة كبيرة لأنه مجتمع إسلامي محافظ عنده أخلاق أما في المجتمعات الغربية يعني تكون معايير تتبدل معايير تتغير الحالات تتغير ولكن المجتمع الجزائري يعني محافظ صورة فقط صورة لفتاة محترمة متحجبة خذت الصورة لنفسها أمام زوجها أمام أهلها شيء مسموح دينيا واجتماعيا ولكن لما تخرج الصورة فقط غير محتشمة يعني غير متحجبة يوضع يخلي صادة كبير في أوسط المجتمع نشوفه اليوم في الخبر لشعة اليوم القناة أنه تضمر الأولياء تضمر الأعمام تضمر الجميع من هذه الأفعال الشانعة من هذه الجرائع إذا سمحت أخي مصردي أعطيك مثال البارحة فقط لحظت فيديو في اليوتيوب هو مفبرك وفي حقق ليس شاطئ جزائري يعني أحد المصريين وضع فيديو نسبه إلى الشواطئ الجزائري وهو شاطئ في تركيا نسبه إلى الجزائر وبدأ يعلق على الجزائريات الأخيرة ضد عليه بقوة في الشبكة الأنكابوتية يعني الحمد لله وهذا الفيديو هذا الفيديو لديه أكثر أكثر من مليون مشاهدة يعني تصور معي يعني لذلك أنا قلت أنه عندما نتحدث عن الشبكة الأنكابوتية علينا أن نكون دقيقين يحب ذا يحب ذا لو شاركنا الحديث متخصصين في المجال حتى يبينوا يعني صحة هذه الصور لأنه على المواطن الجزائري أيضا أن يتحقق أن يتحقق شيء خطير يا سيح حمزوي أنه ما يجي الإنسان يتأكد من هذه الصورة أو الفيديو تكون يعني أدات للهدف المفعول نعم المفعول تكون وصلت إلى أكبر قدر ممكن من المشاهدة وهذا الشيء ما تقدرش تعاود أنت يعني تعاود ترجع لهدوك الناس حقائلا صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع يعني نقل الصور أو نقل الأخبار يعني هكذا جزافا دون تحقق يعني هذا أمر خطير وخطير جدا وأيضا يقول الله عز وجل العبد بن مستراجي لذلك تحدث عن الوازع الديني يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين إذن وبالتالي فإن أعداء أعداء قيم هذه الأمة وأعداء الجزائر والمجتمع الجزائري يدركون فداحة فداحة هذه التكنولوجيا ومفعولها السلبي السريع والشديد لذلك فإنهم يستخدمونها حاليا كمعول لضرب قيم هذا المجتمع وليكسر آخر معاقل العالم العربي الذي هو على محك الفتن وبالتالي يسعون جاهدين إلى تحطيم هذه القيم القائمة وهذا المجتمع المحافظة تصبح أمور عادية وبسيطة يعني نوليونس مواليها ومن ما يهتزش المجتمع نحن أخلص أضدين إضافة تكلمت على شيء أنه سهولة اقتراف هذه الجريمة كما يقولوا باللغة المستعارة يسوفي دينكليك مهما كان سل فاعل يعني جريمة خصيصا هذه الجريمة وإن المشرع الجزائري عاقب عليها حتى شروع فيها يعني المواطن أبسط المواطني ولو حبذا كان هناك قاصر ولو حبذا أنه ليست لهم معلومات واسعة في استعمال الشبكة العنكبوتية يمكنه أن يقترف هذه الجريمة يعني وسائل بسيطة هاتف أنسي بير كافي يستعمل هذا هو ليخلينا يقولوا أنه لازم قبل ما نلحقوا كي نردع المشرع الجزائي وضع آليات حتى الحكومة دارت فرقات جنائية مختصة فهذا الشيء من طرف الأمن الوطني يعني أرماضة من الوسائل وسائل جبارة وكبيرة لكن قبل ما نلحقوا لهذا الوسائل نخلوا هذه الوسائل تعمل لازم التهذيب لازم التربية هنا يدخل دور الأولياء أولا لأنه الصبي ولا الصبي الصغير يمكن أنه يوصل لهذا التكنولوجيا الأولياء تهذيب هذا المستعملين منذ الصغر تحسيسهم أن هذا الأمر خاطر مساس حرية شخصية الأفراد شيء مقدس قدسه الشرع وقدسه القانون وقدسه الدستور لا يجب أن يرتكبوا هذا الأفعال يعني التحسيس تحسيس خطورة هذا الفعل لنسبة للضحية الشلاح يقدر يصر على الضحية أنه يمكن أنه تنجر عن ذلك جرائم أخرى نروح ونعالجه النفسية تعالى الضحية كين الضحية ونضع مستقبل انتعهم بفعل هذه الأفعال تحسيس أنه خطورة تحسيس قيمة الحرية الشخصية قيمة المعلومات الشخصية هنا يعني دور الجميع دور الكل كقانوني كأسرة هذا الشيء جورنال حديث ربما عن هذا الدافع تعالى الانتقام مثلا الابتزاز يعني من خلال لجوء إلى الفضيحة هذا الشيء ما كانش موجود في السابق مثل ما هو موجود عليها اليوم في المجتمع أستاذ نعم يعني فعلا تحدث الأستاذ عن مسألة التحسيس منذ حوالي شهرين أو ثلاثة أشهر إحدى الفتيات المغربيات يعني حافظها الله يعني بثت صور نصبت إليها وهذه الصور يعني فاضحة ثم بعد ذلك أصبحت هذه الفتاة لا تخوض من منزلها يعني بل العائلة يعني تصور الوقع تعطيحها بل عائلة هذه البنت عائلة هذه البنت وكأنه رقبت كلها هذه العائلة ثم بعد ذلك تبين أن هذه الصور ليست لهذه البنت فحتى حتى علاج نتائج نتائج هذه الصور يعني أصبح صعبا جدا أصبح صعبا جدا وبالتالي يعني على الشاب الجزائري وفي بعض الأحيان أخي نصر الدين وهذه المصيبة الأدهى والأمر أنك تجد ناس يعني ينتسبون إلى الدين يقومون بهذه الأفعاد هذه المصيبة الأدهى والأمر يعني وبالتالي وبالتالي فإن تحسس تحسس الأمر يعني من الأهمية بما كان يعني كما قال الأستاذ على الوالدين على الوالدين على الإيمان في المسجد على المدرسة الجزائرية أن تربي النشط يحسوا مثل ما كان يقول الأستاذ يحسوا بخطورة هذا الشي يحسوا لأنه وقعت على الفضيحة كبير وكبير جدا بالتأكيد ممكن أكبر من السجن أكبر من أي شيء آخر عقوبة ممكن تستطرها الدولة بفضيحة الحرية أخي مصر الدين ما معنى الحرية الآن الكثير من الشباب مؤخرا فقط على شاطئ البحر يعني لحد شاب يقتدي معه كلب بيتبول قلت له يعني شاب ما بك هل أنت مخبول أما في كامل قواك العقلية قال لي هذا الكلب يعني مؤذب مدريسي كما يقول نحن بالدارجة قلت له كلب كلب سبحان الله وبالتالي يعني هذه التصور لا يقدرون يعني عواقب السلوكات يعني تصور أنه يعني يحكم مساحة كبيرة خاصة غير به هو بالكلب لأنه ناس تخاف أنها تقرب حتى ولو كان تصور لو ينفلت هذا الكلب لو ينفلت هذا الكلب وينقض على طفل أو على شخص معين ماذا يحدث بعد ذلك خاصة أن هذا نوع من الكلاب إذن وبالتالي السؤال المطروح الذي يطرح نفسه دائما وأبدا هل هؤلاء الشباب يقدرون حواقب ونتائج سلوكاتهم يعني هل يضعون أنفسهم كما يقول ماكس فيبار يعني سوسيولوجي الألماني علم اجتماع الفهم أن نضع نفسنا مكانا آخر يعني تصور معي مثلا هذه البنت التي تبث صورها لو كانت أختك لو كانت ابنتك لو كانت خالتك لو كانت أمك هل تقبل شيء من هذا القبيل عليها بالتأكيد فإن أي شاب سيرفض رفضا قاطعا أن يكون الأمر كذلك إذن ليكن في علمك أن أي فتاة هي إما ابنة رجل معين أو أخت رجل معين أو شيء من هذا القبيل وبالتالي عليك أن تتحسس الأمر يعني أيها الشاب الجزائري وأن تتراجع عن هذه الأفعال وتثمن وتثمن وتقدر وتحس بهذه يعني بسلبيات أفعالك وسلوكاتك سؤال آخر يتعلق أستاذ بالعقوبة هل تعتقد بأن هذه العقوبة المستطرة لقتلي أنه أقصها ثلاث سنوات كافية ليردع مثل هذه الممارسات في المجتمع كممارسة كفعل بسيط يمكن قيام به يعني عقوبة لبأس بها يعني حتى ثلاث سنوات حبسا نافذا ضرامة مالية من خمسين ألف دينار جزائري إلى ثلاثمائة ألف دينار جزائري حتى القانون يعاقب على المحاولة ولكن في الطرف الآخر وضع شرط آخر لذكر عليه المشاهد الجزائري أنه الصفح لأنه وضع الصفح ضحية يضع حد للمتابعة الجزائية لماذا؟ لأنه درك المشرع الجزائيين بعض الأفعال تقترف من بعض الأقارب من بعض الصنات مثل الزوج إلى زوجته يعني هناك وضع يعني صمام الأمان وضع الصلح بين الجاني والمجني عليه إذا كان هناك وقع تفاهم أو وقع أنه ريضة أو اعتبر على أساس خطأ أخي نصر الدين تكلمت على شيء مهم هو عنصر الابتزاز نضعه بين قوسين معادلة قد ما كان المجتمع محافظ قد ما كان عنصر الابتزاز موجود وعالي لأنه تكبر هذا الأمر شكرا جزيلا لكم سياح حمزوي عندك إضافة نعم أكيد وركز على نقطة مهمة جدا تحدثنا عنها سابقا فيما يخص يعني قانون الإعدام نفس الملاحظة فيما يخص هذه القوانين تفعيلها عمليا يعني السؤال المطروح على مستوى التشريع هناك الكثير والكثير من القوانين تحدث عن الكلاب تحدث عن ولكن السؤال المطروح هل الجهات المعنية تقوم بدورها سواء الجهات الأمنية أو الجهات القرائية يعني الجهاز التنفيذي أو الجهاز التشريع هل يقوم بتنفيذ بتنفيذ هذه العقوبات يعني تنفيذا حقيقيا هذا هو السؤال المطروح شكرا جزيلا لك سيد عبد